من جانبي قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفييل جروسي إن مقذوفا أصاب مبنى داخل موقع محطة زابوريجية نووية في أوكرانيا مشيرا إلى أن المبنى ليس جزءا من المفاعل كما أشار جروسي إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالمحطة النووية أو حدوث تسرب إشعاعي منها واقترح مدير عام الوكالة إجراء زيارة إلى تشنوبل لتفاوض مع أوكرانيا وروسيا على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية اشتركوا في القناة